لازم برضو باركليك على اولاد رزق تلاتة او ياس انا كنت عارفة ان الفيلم هينجح طبعا وظهورك ضيفة شرف فيه طلتك لوحدها كفاية فبس الفيلم انا كنت عارفة انه هينجح بس الفيلم عمل نجاح مش عادي صراحي كلنا بقى عملنا نجاح عادي لازم اسألك بقى الفيلم لما الاول كلموك ان هم محتاجينك ضيفة شرف فيه كان رايك ايه وافقتي على طول فكرت ايه حسيتي ايه قولي لي بقى كده بس انا لازم قولي انه انا فعلا كانت كتير محظوظة هيدا الصيفية يعني يمكن دعوات امي ورضاها عليها انس لي وكل الحاجات الحلوة اللي عملتها بحياتي طلعت هيدا الصيف ولاد رزق ونجاحه والورلد تور تابعه والارادات اللي كسرت الارض مع الكاسر رائع مع طارق العريان عن جد مع حفظ الالقاب لانه هو صديق وعزيز موسى عيسى the producer يمكن لما تلفن لقالي هابعتلك الورق اقول له seriously انه عن جد هتبعت ورق اصحاب كلهم اللي موجودين شو هالكاسر اللذيذ شو هالممثلين الرائعين يعني هم ولاد رئز لوحدهم واضيفة عليهم اسر ياسين اياد نصر محفظ الالقاب احمد فهمي مين يعني تايسون سيد رجب حياتي كل الناس ما في حدا بقول لهم يمكن سوري المسمار اللي بالدكار نجم صح الكلام مكتوب كتير حلو كتير حقيقي كتير مصري شخصية الصايع الفهلاوي صح ولاد رزق بالنسبالي كان رزق سوري يعني انا كتقاعدة معايش بغير عالم وفجأة المكالمة بتجي ما سعيطلة يعني ما بحياتي فكرت سوري مكن هدا حشاغلي عبخبري كيه هلأ انا ما تفرشت على الجزئين الاول والتاني وكل مرة على الريد كاربت هون وبالرياد بيسألوني علي شخصية بليز لازم شوفين بس عارفة بس عارفة قديليا بتصيري على الريد كاربت متكسبة بلونا انا بحبهم كلياتوا لانهما فهلاويين وسايعين وفيهم شخصية الشاب المصري اللذيذة اللي هو سايع وفهلاوي وبتعديله اخطاقه او المس تشيف طبعا عرفتين عشان انتي بتحبيه زي ما هو فعايزة تتعديله ايوه يعني في الاخر هم بيعملوا عملية تصر بس يلفدم لانه زكاية خالص لازم اسألك عن وانتي بتتفرجي على الفيلم بقى يعني برضو بحس ان الواحد لما بيجيلو فيلم بيقرابي بيبقى مع الكاست بس لما بيتفرج بقى على الفيلم كله مرة واحدة الاحساس بيكون مختلف كلميني بقى عن احساس الكوار لأ لأ احنا كنا محظوزين عملنا برميار رائع هوني بالمنارة بالتجمع وكل الكاسكن موجود وكل الصحابة كنت موجود انا كنت حسيكا مهرجان وانا رايحة لهونيك قلت طلع انه انا كتير دراس داون متل ما بيقولو واللقطة الشهيرة تبعيد انا وكريم قاسم حبيبي طبعا احمد عيس حياتي عمر يوسف ما بدي انسى حدا بتجن انه نسرين امين حبيبتي اسماء كلهم اسحى كلهم لذيذين تعرفت عنه وهدين راحنا سفرنا بهذه الطائرة اللذيذة كلها الطائرة الفنية راحنا على الرياض نعمل ببولفار الرياض اوبنينج طبعا محضور معا المستشار تورك الشيخ وكل الاشخاص القيمين كانوا بالمتحدة او قيمين على الصناعة ما بدي انسى اذكر حدا اتواص بيوريفو اليومين كانك عم تحلم هي وعارف انا رايحة ما كنت مبسوطة انا حاسة من المي انا مبسوطة ما بدي صدق حالي على فكرة انا بحس انه كل القصص اللي عم نحكي فيها اليوم هي قصص حسستني بالسعادة فقبلت اعملها او ده انا لسه لسه بالنهاية اذا قد ما انبسطت بالشي اللي عم بتعمله ما بحياته حيوصل للناس وصدقيني مرات بعمل اشي انا بكون حبيبتهم كتير ولو ما لقوا النجاح اللي انا بديه انا ام هابي انا سعيدة وفيني دافع عن بروجيكت وقراراتي يعني بحسابها صح بالبداية حتى انا حقوق قدام كل العالم اقول انا عملت هيدا الشي ومبسوطة فيه